التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشاق الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح مع وزير الخارجية في جمهورية كازاخستان الصديقة مختار تيلو باردي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسية الذي تعقد أعماله في الجمهورية التركية خلال الفترة من الثامن عشر إلى العشرين من يونيو 2021 وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية الكازاخستانية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك كما التقى وزير خارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية باكستان الصديقة شاه محمود قريشي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تعقد أعماله في الجمهورية التركية خلال الفترة من الثامن عشر إلى العشرين من يونيو الجهري وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية الباكستانية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك كما التقى وزير خارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية الجبل الأسود الصديقة جورجي رادولباتش على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تعقد أعماله في الجمهورية التركية تقى خلال اللقاء مناقشة مجمل الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتقى وزير خارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد طريف على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تعقد أعماله في الجمهورية التركية خلال الفترة من الثامن عشر وحتى العشرين من يونيو الجاري وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل الموضوعات المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية الإيرانية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك كذلك التقى وزير خارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة محمد حنيف أتمر ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تعقد أعماله مع الجمهورية التركية وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية الأفغانية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والتقى وزير خارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة جيهان بيراموف ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تعقد أعماله في الجمهورية التركية وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية الأذربيجانية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك